السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في إثرائنا الثالث واليوم إن شاء الله سنبدأ بالإثراءات المتعلقة بالفصل الثامن وسيستمر معنا أيضاً حلقتين أخريتين لإثراءات الفصل الثامن تعلمنا في درسين السابقين إثراءات للفصل السابع واليوم نتكلم عن الدوال المثلثية في المثلثات قائمة الزاوية ماذا سنغطي في درس اليوم؟ سنغطي في درس اليوم دروس الثلاثة الأول في الفصل الثامن اللي هو درس الدوال المثلثية في المثلثات قائمة الزاوية ودرس الزواية وقياساتها والدوال المثلثية للزواية محتويات الدرس سنتكلم عن الدوال المثلثية في مثلث قائمة الزاوية عن معكوس النسب المثلثية والزواية في الوضع القياسي والدرجات والراديان وطول القوس والدوال المثلثية للزواية ونختم بسؤال للتقويم في فهمنا نبدأ بتذكر القوانين الستة الشهيرة لطلبنا منكم حفظها مرارا وتكرارا وهذه القوانين هي التي يقوم عليها فهم الدروس في الفصل الثامن كاملا التي هي متعلقة بالدوال المثلثية الستة قانون الساين وقلنا أن في المثلث قائم الزاوية إذا كان عندك زاوية حادة ثيتا فإن الضلع الذي يقابلها يسمى الضلع المقابل والضلع الذي يجاورها يسمى الضلع المجاور والضلع الذي يقابل الزاوية القائمة يسمى الوتر وبالتالي عرفنا الدوال المثلثية على النحو التالي جيب الدالة المثلثية أو ساين الدالة الزاوية ثيتا هو عبارة عن المقابل على الوتر يعني نسبة بين ضلعين المقابل على الوتر والكوساين المجاور على الوتر والتان المقابل على المجاور أما الكوتان فهي مقلوبة التان فبالتالي سيكون المجاور على المقابل والسك هو مقلوب الكوساين فسيكون الوتر على المجاور أما الكوسك أخيرا فهو مقلوب للساين وبالتالي سيكون الوتر على المقابل هذه القوانين من الضروري حفظها واستيعابها طبعا لو جاب لي سؤال بسيط مثل هذا وقال لك أوجد الدوال المثلثية للزاوية ثيتا فنلاحظ أن لدي ضلعين معلومين اللي هما الخمسة والثلاثة عشر مطلوب من أني أجيب الضلع الثالث طبعا دائما في أي مثلث قائم الزاوية إذا أعطيتك الضلعين وطلبت الضلع الثالث ستستخدم مباشرة النظرية في ثغورس فنسمي مثلا الضلع الثالث هذا A نسميه A على سبيل المثال فنقول أن A تربيع زائدا خمسة تربيع يساوي ثلاثة عشر تربيع وبالتالي سأقول أن A تربيع زائدا خمسة عشرين يساوي مئة وتسعة وستين ننقل الخمسة وعشرين للطرف الثاني طبعا وبالتالي سيطلع الجواب مئة وأربعة واربعين نأخذ جذر الطرفين وبالتالي نلاحظ أن A أصبحت تساوي إثماشر بهذه الصورة وبالتالي هذا هو المثلث الآن لو أحببت أني أجيبنا الدوال المثلثية الستة فأنا عندي دالة الساين لثيتا وعندي الكوساين لثيتا وعندي التان لثيتا عندي مقلوبة التان اللي هي الكوتان لثيتا وعندي السك لثيتا مقلوبة الكوساين وعندي الكوساين لثيتا اللي هي مقلوبة الساين بهذا الشكل قانونا سنقول أن الساين هو عبارة عن المقابل على الوتر والكوساين هو المجاور على الوتر والتان هو المقابل على المجاور والكوتان هو المجاور على المقابل والسك هو الوتر على المجاور والكوسك هو الوتر على المقابل يكون لابد أن يكون حافظ هذه القوانين طبعا الضلع المقابل لزاوية ثيتا هو الضلع 5 والوتر طبعا 13 فيصير هنا 5 على 13 هنا حيكون 12 على 13 هنا حيكون المقابل 5 والمجاور 12 المكوتان حيكون المقلوب اللي هو 12 على 5 أما في السك فسيكون عبارة عن 13 على المجاور اللي هو 12 وأخيرا حنقول الوتر على المقابل اللي هو 13 على خمسة وكذا أكون أنا حليت هذا السؤال ننتقل الآن إلى السؤال الآخر الذي أعطاني قال لك أن الزاوية بي زاوية حادة في مثلث قائم زاوية إذا كان ساين لبي يساوي خمسة على ثمانية فأوجد قيمتان لبي لاحظ لو كان عندك أنت مثلث قائم الزاوية أنا نسوي مثلث رسم تشبيهي فقط ونعتبر أن هذه هي الزاوية بي وهذه هي الزاوية القائمة الساين لبي هي عبارة عن المقابل على الوتر الساين لبي هي عبارة عن المقابل على الوتر وهو يساوي خمسة على ثمانية طبعا لا يشترط أن يكون الضلعين هم خمسة ثمانية ولكن النسبة بينهم خمسة إلى ثمانية فأنا راح أفترض افتراضا أن إذا كان المقابل خمسة فإن الوتر أكيد هيكون ثمانية بهذه الصورة الآن المطلوب مني أني أوجد تان البي طيب الثان قانون أنه تساوي تساوي المقابل على المجاور وبالتالي أنا بالنسبة لي المقابل معلوم اللي هو يساوي كم يساوي خمسة ولكن المجاور في هذا المثلث غير معلوم فبالتالي أضطر أني أجيب هذا المجاور بسميه A وبطبق نظرية في ثغرس مثل ما سويت في السؤال اللي قبله شوي بقول A تربيع زائداً خمسة تربيع يساوي ثمانية تربيع فأقول A تربيع زائداً خمسة وعشرين تساوي أربعة وستين ننقل خمسة وعشرين للطرف الثاني فنقول أربعة وستين ناقصاً خمسة وعشرين ستصير A تربيع تساوي تسعة وثلاثين ومنه فإن A يساوي جذر التسعة وثلاثين يعني بهذا الشكل إذن هذا هو المجاور فبالتالي سأقول أن هذا عبارة عن جذر تسعة وثلاثين جذر تسعة وثلاثين بهذه الصورة ولكن من الأشياء الجميلة أننا لا بد أن ننطق الجذر في المقام وبالتالي سأقول أن هذه عبارة عن 39 ويكون هنا عندك الخمسة في جذر 39 كأننا ضربنا في جذر 39 في البسط وفي المقام وبالتالي يكون هذا الناتج صحيح ولكن شكلياً هو غير مقبول يفضل أن يكون الناتج دائماً منطق الجذر في المقام بهذا الشكل ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الدرس اللي هو إيجاد معكوس النسب المثلثية طبعاً دائماً أستخدم معكوس الجيب أو معكوس جيب التمام أو معكوس الظل إذا كان المطلوب الزاوية يعني مثلاً نستخدم المعكوس نستخدمه إذا كانت المطلوب هي الزاوية يعني إذا كنت أنا أطلب الزاوية أو قال لك مثلاً أوجد قياس الزاوية ثيتا أو أوجد قياس الزاوية بي أو أوجد قياس الزاوية إن أي زاوية يطلبها مني يطالب أن أطلب مني زاوية وأعطاني الأضلاع فأنا أخذ معكوس النسب المثلثية طيب أخذ معكوس الجيب أو معكوس جيب التمام أو معكوس الظل على حسب إذا أعطاني مقابل وتر أستخدم معكوس الساين إذا أعطاك مجاور وتر نستخدم معكوس الكوساين وإذا أعطاك مقابل ومجاور نستخدم معكوس التان خلونا نشوف معنى هذا المثال قال لك هنا أوجد قياس كل زاوية مما يأتي مقربا إلى أقرب جزء من 10 طلب مني فقط الزاوية n نلاحظ أن هذه هي الزاوية n الحادة فنلاحظ أن الأضلاع الذي عندي عندي الضلع المقابل لـ n المقابل يساوي 6 ولدينا الوتر الذي يقابل الزاوية القائمة يساوي كم يساوي 10 طيب ما هو الزلع أو ما هو الدالة المثلثية التي تربط لما بين المقابل والوتر هي بلا شك الساين فأقول أن ساين الزاوية n يساوي المقابل على الوتر وبالتالي سأقول أن الـ n تساوي ساين inverse لـ 6 على 10 بهذا الشكل طبعا هذه ليست من الزوايا الشهيرة فبالتالي نضطر أن نستخدم الآلة الحاسبة فنكتب ساين inverse لـ 6 من 10 أو 0.6 يعني أو 3 من 5 لو حبيت تبسطها ما في مانع وبالتالي سيكون الجواب مقربا إلى أقرب جزء من 10 سيكون الجواب 36.9 36 درجة فاصلة تسعى بهذه الصورة يعني نكون أوجدنا الجواب الصحيح ننتقل الآن إلى الفقرة الثاثة من فقرات هذا الدرس الزوايا المرسومة في وضع قياسي متى تكون الزاوية في وضع قياسي؟ أول شيء قلنا أن الزاوية دائما تتكون من ظلعين ورأس إذا كان الرأس على نقطة الأصل والظلع الأول أو ظلع الابتداء موجود على محور X الموجب والظلع الثاني يقف أينما يقف فبالتالي نقول أن هذه الزاوية مرسومة في وضع قياسي زاوية مرسومة في وضع قياسي رأسها في نقطة الأصل وأحد ظلعيها على الجزء الموجب من محور X طبعا هذا الزلع سيسمى ظلع الابتداء وهذا الزلع سيسمى ظلع الانتهاء فهذه تسمى زاوية مرسومة في وضع قياسي كذلك ذكرنا أن قد يكون لدي أكثر من زاوية يشتركون في مكان ظلع الانتهاء فبإمكاني أني أوجد أكثر من زاوية مجرد أني أخذ الثيتا وأزيد أو أنقص عليها 360 درجة سأحصل على زاوية أخرى يعني تتفق مع الزاوية العساسية أو تتفق مع الثيتا في ظلع الانتهاء مثلا لو كان عندك الزاوية 60 لو زوتها 360 عندك الزاوية 24 أو نقصت 160 الزاوية سالب 300 كل الزوايا 63 وال420 والسالب 300 يشتركون في ظلع الانتهاء فلو جاني مثل هذا السؤال قال لك في كل مما يأتي أوجد زاويتين إحداؤما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب مشتركتين في ظلع الانتهاء قلنا كيف نسويها هذه؟ طبعا بكل بساطة رح أزيد 360 أو أنا قصي 360 فأقول 130 زاعدا 360 هذه بتعطيني موجب و130 ناقص 360 هذه بتكون بقياس سالب هذه بتعطيك كم؟ بتعطيني 490 درجة الزاوية الأولى أما الزاوية الثانية فهي ستكون سالب 230 سالب 230 درجة ولو جيت في الفقرة بي ألاحظ أن الزاوية اللي أعطاك إياها هي سالب 200 فهي ما تبعد أيضا عن نفس الفكرة أني أزيد عليها 360 درجة أو أني أنقص منها 360 درجة وأشوف النواتج فألاحظ أن هنا صارت الزاوية عبارة عن 160 درجة وهنا أصبحت الزاوية سالب 560 درجة عمليات حسابية بسيطة ولو لاحظ أنها فقط يعني إما أنك تزيد أو تنقص 360 درجة وتحصل على زاويتين مشتركتين في ظلع الانتهاء واحدة بقياس موجب والأخرى بقياس سالب ننتقل إلى الفقرة الرابعة اللي هو التحويل من الدرجات إلى الراديان ذكرنا أن الراديان هو زاوية مركزية من مركز الدائرة تقابل قوسا طوله هو أنه طول نصف القطر فإذا كان هذا نصف القطر هذا الطول وهذا نصف القطر وهذا نصف القطر فهذه الزاوية تسمى زاوية واحد راديان تسمى واحد راديان وقلنا أنه وجد أن نصف الدائرة فيه ثلاثة راديان يعني هنا R وهنا R وفاصل 14 فوجد أن نصف الدائرة فيه اللي هي 180 درجة وجد أن فيها باي راديان حيث أن الباي طبعا تساوي كم الباي تساوي ثلاثة فاصلة 14 هذا الأدد الشهير يعني هو لا يساوي ثلاثة فاصلة 14 تماما وإنما يساوي تقريبا ثلاثة فاصلة 14 ولا العدد له تكملة يعني بهذه الصورة واتفقنا على أن باي راديان يساوي 180 درجة أو 2 باي راديان يساوي 360 درجة وبالتالي إذا أردنا تحويل الزاوية من درجات إلى راديان أو من راديان إلى درجات فإذا كان عندي زاوية بالدرجة فأنا أريد أن أتخلص من درجة أضعها في المقام وأضع الراديان في البسط وإذا كانت الزاوية بالراديان تبغى تتخلص من الراديان ضع الراديان في المقام وأضع الدرجة في البسط إذن الشيء اللي نبغى نضعه فوق والشيء اللي ما نبغى نضعه هايش نضعه في الأسفل أو في المقام نشوف السؤال البسيط قالك حول قياسات الزوايا من درجات إلى راديان أو من راديان إلى درجات المئة وعشرين درجة هذه بالدرجات أبحولها إلى راديان أقول مئة وعشرين درجة ضرب أنا أبغى راديان أو درجات أبغى راديان أضع الراديان فوق أضع باي راديان فوق وأضع مئة وثمانين درجة تحت بهذه البساطة الآن فقط أن تبسط الكسر طبعا ممكن تبسط الكسر بالقسمة على 60 ستجد أن هذه تساوي 2 وهذه تساوي كم؟ تساوي 3 وبالتالي الناتج النهائي سيكون 2π على 3 راديان طبعا قد يكتبها أحد بهذه الصورة قد يكتبها أحد 2 على 3 ويضع البي لوحدها بهذا الشكل هذا كلها صيغ صحيحين لو كتبتها كذا صح ولو كتبتها كذا أيضا صح فكل صيغتين صحيحة لكتابة الكسر أما إذا أردت التحويل من راديان إلى درجات فهناك يعني إما أنك تقوم بنفس العملية بس أنا أتخلص من الراديان إذن سأضع هنا باي راديان وسأضع في الأعلى 180 درجة بهذا الشكل فبالتالي ألاحظ أني أنا سوف أتخلص من البي تروح مع البي البي تروح مع البي ويبقى لك تحسب سالب 3 في 180 على 8 بهذا الشكل طبعا 180 على 8 يعني نحسبها هذه باستخدام الآلة الحاسبة سالب 3 ضرب 180 وبعدين نقسم الناتج على كم على 8 فيطلع الناتج الزاوية تساوي نكتبها باللون الأزرق سالب 67.5 درجة سالب 67.5 درجة بهذه الصور وبذلك يعني نكون أوجدنا اللي هو قياس الزاوية بالدرجات طبعا في الناس كثير يعني تطبق طريقة أسرع من هذه صراحة خصوصا في التحويل من راديان إلى درجات جاني سالب 3 باي على 8 خلاص أستبدل الباي وأضع مكانها 180 درجة على طول استبدل الباي وأضع مكانها 180 درجة يمكن هذه أسهل شوي من الطريقة السابقة وتحصل مباشرة يعني على نفس الناتج اللي هو سالب 67.5 درجة بهذه الصورة ننتقل الآن إلى الفقرة الخامس من فقرات هذا الدرس اللي هي فقرة طول القوس يقولك طول القوس من الدائرة S المقابلة للزاوية مركزية يقياسها ثيتا بالرديان يساوي حاصل ضرب نصف القطر R في ثيتا يعني إذا تريد أن تحسب طول القوس كل ما عليك نكتوينك تضرب نصف القطر R في الزاوية ثيتا ولكن بشرط أن ثيتا تكون بإيش يجب أن تكون ثيتا بالرديان طيب لو ما صارت بالرديان لازم تحولها للرديان وتحسب بعدين طول القوس لازم نحسب الزاوية بالرديان ما أقدر أطبق هذا القانون إلا بالرديان فإذا جاءك طول القوس لازم نصير بإيش بالرديان الزاوية لا بد تكون الزاوية بالرديان ننتبه لذلك نشوف الآن هذا السؤال قالك طول نصف قطر إطار شاحنة ثلاثة ثلاثين عنش إذا نعطاني طول نصف القطر ما المسافة بالقدم التي يقطعها الإطار بعد أن تدور إطارات الشاحنة ثلاثة أرباع الدورة فالمطلوب مني هنا ثلاثة أرباع الدورة لاحظ معي أن نحن عندنا دائرة كاملة أنا أريد ثلاثة أرباع الدائرة ثلاثة أرباع الدائرة فنعرف أن نقول أن طول القوس يساوي R في ثيتا بهذا الشكل و الثيتا يجب أن تكون بالرديان الر طبعا معروف بأنها تساوي ثلاثة وثلاثين إنش طيب الثيتا والله ممكن أقول أن الدورة كاملة هي عبارة عن اثنين باي الدورة كاملة هذا الدورة كاملة وبالتالي أضربها في ثلاثة أرباع لأنه قالك أبغى ثلاثة أرباع الدورة كاملة بهذا الشكل فبالتالي أنا ضرب ثلاثة أرباع في اثنين باي بهذه الصورة طبعا ممكن نبدأ نختصر هذا أيضا إختصارات أو أنه نضرب يعني أشان الآلة الحاسبة فيها الباي وبالتالي أنا ممكن أطلع الناتج فأنا راح أضرب الآن ثلاثة و ثلاثين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب باي والناتج أقسمه على كم أقسمه على أربعة كذلك وبالتالي سيطلع معي الناتج مئة وخمسة وخمسين ونصف مئة وخمسة وخمسين ونصف يعني بعد الحسابات باستخدام الآلة الحاسبة و يصير الجواب 155 و نصف طبعا الوحدة تكون بالإيش؟ تكون بالإنش تكون بالإنش فبالتالي نفس وحدة اللي هو نصف القطر يكون وحدة طول القوس فطول القوس هذا اللي هو ثلاث أربع الدائرة سيكون بهذا الشكل و لاحظنا نصف القطر كم يساوي؟ يساوي ثلاث ثلاثين سيكون هذا عبارة عن 155 و نصف تقريبا 155 و نصف ننتقل الآن إلى الدوال المثلثية للزوايا تكلمنا عن الزوايا الربعية الزوايا الربعية تكلمنا أنه عندنا الزاوية الصفر عندنا الزاوية تسعين على محور y الزاوية 180 على محور x السالب والزاوية 270 على محور y السالب بهذا الشكل و تكلمنا عن الزاوية المرجعية و قلنا أن الزاوية المرجعية في الربع الأول هي ثيتا داش تساوي ثيتا في الربع الثاني سيأخذ 180 ناقص ثيتا بهذا الشكل وفي الربع الثالث سيقول ثيتا ناقصاً 180 وفي الربع الرابع سيقول 360 ناقصاً ثيتا مثل ما رأينا في دراستنا في الدرس الثالث في هذه الوحدة وبالتالي من هنا طلعت معنا لغة الإشارة أو طلعت معنا اللي هو مثل ما نقول أماكن اللي هو دوال المثلثية أو الإشارات فبالتالي لاحظنا محور X يكون موجب في هذا المكان ومحور Y يكون موجب في هذا المكان ومحور X يكون سالب في هذا المكان ومحور Y يكون سالب في هذا المكان وذكرنا أن محور X دائماً مرتبط بالكوساين فنلاحظ هنا أنه الساين موجب والكوساين موجب وبالتالي لما نقسم موجب على موجب فالتان موجب فهنا نلاحظ أن كل الدوال المثلثية أصبحت موجبة كل الدوال المثلثية أصبحت موجبة في الربع الثاني لاحظ أن الساين موجب لأنه نشوف إلى الأعلى هذا محور الساين ولكن الكوساين سالب وبالتالي طالما من الكوساين سالب والتان بيكون موجب على سالب بيعطيني سالب فإذا نلاحظ أن في الربع الثاني ما عندي إلا الساين ومقلوبها اللي هو الكوسيك هو الموجب في الربع الثالث نلاحظ أن الساين سالب والكوساين سالب ولكن التان موجب فبالتالي ليه؟ لأن يقسم سالب على سالب يعطيني موجب فبالتالي سألاحظ أن ما عندي موجب إلا التان ومقلوبها فهذه هي الإشارات للدوال في الربع الرابع نلاحظ أن الكوساين فقط موجب بينما الساين سيكون سالب وسالب على موجب سيكون سالب فبالتالي نلاحظ أن في الربع الرابع ما عندي إلا الكوساين ومقلوبها فبالتالي نلاحظ الربع الأول كلهم موجبين في الربع الثاني الساين ومقلوبها في الربع الثاثتان ومقلوبها وفي الربع الرابع الكوساين ومقلوبها دعونا نشوفها الآن أيضاً قال لك أوجد القيمة الدقيقة اللي هي الدوال المثلثية التالية فإحنا الآن قلنا دائماً نشوف الـ 240 هذه في الربع الثالث هذه في الربع الثالث والزاوية المرجعية الـ 240 هي عبارة عن ممكن نقول 140 ناقصاً 180 اللي هي بتساوي كم بتساوي 60 فبالتالي راح نقول الآن أن كوساين للثيتا دائماً العملية مكونة من إشارة ومن مقدار مثل ما ذكرنا فالإشارة الكوساين في الربع الثالث هيكون سالب والمقدار سيكون مثل كوساين الـ 60 درجة طيب كوساين الـ 60 درجة كما تساوي تساوي نصف فبالتالي الناتج هيكون سالب نصف أو من خلال دائرة الوحدة اللي احنا تعلمناها كذلك قلنا الزاوية 240 وي موجودة موجودة هنا قريبة من محور الـ y فبالتالي سيكون الكوساين لها سالب نصف لأنها يقع في هذا المكان فبالتالي سيكون سالب نصف يعني ممكن نجيبها الجواب هذا بأكثر من طريقة المطلوب هنا كوساك 5 باي على 6 طبعاً الكوساك هي مقلوبة الساين فأنا أجيب الساين 5 باي على 6 اللي هي ممكن نقول إنها 150 درجة يعني هذه الزاوية هي عبارة عن 150 درجة فبالتالي 150 درجة هي قريبة من محور الكوساين فبالتالي الساين هيكون هنا موجة بنصف الكوساين سيكون موجة بنصف فنقول إن ساين 5 باي على 6 تساوي موجة بنصف وبالتالي الكوساك ويش هتكون الكوساك للزاوية 5 باي على 6 هتكون مقلوب الساين اللي هي هتكون 2 على 1 اللي هي تساوي 2 فبالتالي نلاحظنا فقط نوجد الساين ثم نقلبها فنصل إلى الكوساك وبذلك نكون بحمد الله تعالى أيها الأخوة الكرام والأخوات يعني وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه الموضوعات ولكن تبقى لنأخذ فقط سؤال واحد للتقييم قالك إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية المرسومة في الوضع القياسي يمر بالنقطة سالب 3 أو سالب 4 فأوجد قيم الدوال المثلثية 6 طبعاً إحنا ما نقدر نجيب الدوال المثلثية اللازم نعرف الـ R لأن هذه هي الـ X وهذه هي الـ Y فأقول الـ X سالب 3 والـ Y سالب 4 وبالتالي الـ R ستصبح جذر X تربيع زائد Y تربيع فبالتالي ستكون جذر 9 زائد 16 اللي هي تساوي 5 يعني جذر الـ 25 اللي هو يساوي 5 وبعد ذلك أستطيع أن يوجد الدوال المثلثية كاملة اللي هي الساين لثيتا كو ساين لثيتا تان لثيتا كو تان لثيتا وسك لثيتا وكو سك لثيتا ونوجد الآن بالنسبة للساين طبعاً ذكرنا أنه عبارة عن Y على R زي المقابل لقلنا الـ Y دائما مثل المقابل والـ X مثل المجاور والـ R وطع وهنا بتصير X على R هنا Y على X الكوتام مقلوبة التان فبتتصير X على Y السك مقلوبة الكو ساين فتصير R على X والكو سك ستكون R على Y الآن أعوض بالقيم اللي عندي عندي الـ X جاهزة والـ Y جاهزة والـ R جاهزة فبالتالي أكتب النواتج بشكل كامل الـ Y هي عبارة عن سالب 4 على 5 هنا سيكون سالب 3 على 5 هنا سيكون سالب 4 على سالب 3 وسالب A سالب سيكون موجب إذن 4 على 3 الكوتان أقلب وتصير 3 أربعة السك أقلب الكو ساين وتصير 5 على سالب 3 وأقلب الساين وتكون 5 على سالب 4 وبذلك يعني نكون وصلنا إلى نهاية المطاف في درسنا الأول اللي راجعنا فيه بشكل سريع أبرز الأشياء التي تعلمناها فيه ثلاث دروس الأولى كما ذكرنا لكم أن هذه المراجعة السريعة والإثراء السريع لا يغني بطبيعة الحال عن دراسة المنهج بشكل كامل لكن هي مثل يعني كذا مرور سريع يفتح الآفاق لنا حتى نتذكر الدروس وبعد ذلك نستطيع الانطلاق في حل المسائل والاستعداد للاختبار النهائي نلقاكم على خير في الإثراء القادم أنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته